وانا لو سألتك دلوقتي قلتلك لو انا اديتلك ملف الاولابي بلاش موضوع ملف الاولابي ده حلزوني تعرف يا حبيبي لو مررنا فيه تيار هيبقى المجال المغناطيس اللي هيطلع نتيجة مرور هزا التيار بتحسب بانه معادلة فكر كده هقولك باش مهندس كسفت الفيط في الحالة دي بتساوي ايه بي بتساوي ميو ان اي على ايه ميو ان اي دي ما تفكركش بحاجة كانت بالملف بس خلي بالك على اتنين اروعة تنسى ده ملف اما ده ملف حلزوني او لو لابي طبعا انت شايف الشكل والفرق بينه يبقى المعادلة في حالة الملف الحلزوني او لو لابي اللي كسفت الفيط بتقول بي بتساوي ميو ان اي على ايه طب ده معناه ان العوامل اللي هتأثر على كسفت الفيط هي ايه ميو ميو معامل النفذية المغناطسية للوسط خدناها مية مرة ان عدد اللفات الخاصة بهذا الملف اللولابي او الحلزوني في مين في اي شدة التيار ما هو ده يبدل اللي هيطلع للبي اصلا مقسوم على خلي بالك يعني العلاقة هنا عكسي مقسوم على مين على ال ده طول الملف يعني اي طول الملف يعني انا لو فردت الملف هيبقى له طول يبقى هو على ال قولي القانون تاني كده قبل ما نقفل دي بتساوي ميو ان اي على مين يا على ال ال دي يعني ايه طول الملف الحلزوني او اللولابي اشتركوا في القناة